أهلا بكم إلى هذه الجولة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم والتي نبدوها بجريدة الصحراء المغربية التي كتبت بأن شبكة الأخبار البريطانية البي بي سي أكدت أن جعل المغرب كبش فداء هو مناورة جزائرية قديمة غايتها صرف الانتباه عن الفشل الذريع للنظام الجزائري في تدبير الإخفاقات الداخلية من قبيل حرائق الغابات وباء كوفيد تسعة عشر والبطالة إلى جريدة المساء التي قالت أنه تم تأجيل البت في قرار تلقيح الأطفال أقل من 12 سنة في انتظار أن يتم الحسم في هذا القرار من طرف اللجنة العلمية ونختم جولتنا بجريدة رسالة الأمة التي قالت أنه كان للمخطط الصناعي الجهوي للتسريع الصناعي المعتمد بجهة سوسمسة والذي خصص له غلاف استثماري في حدود 24 مليار درهم فاصل 5 الأثر الكبير في بلورة مشاريع صناعية تقوي مكانة الجهة وتعزز فرص الاستثمار بها